السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم فيديو في صحة جيدة وفي احسن الاحوال يا رب اليوم ان شاء الله غاد نشارك معكم مائدة افطار بافكار وشهيوات سهلين وبصادين نشارك معكم دي شوصون اللي كيجي ورائعين بزاف واقتصاديين وكذلك بريوات بحشوة دي البطاطس وليزي بناغ حشوة اللي كتجيب بنينة بزاف بزاف وغاد نشارك معكم كذلك تحلية اه اللي سهلة وبسيطة وكتوجد بسرعة تحلية دي الفراودة فنتمنى انكم تجربوا الوصفات وغاد نشارك معكم كذلك شربة دي الجزر من اروع وادد الشربات اللي ممكن انكم تحضرها واسهلها كذلك فانتمنى ان الافكار والوصفات ديالي ومنها الاعجاب ديالكم وبلما انطوع عليكم نخليكم مع المكونات والطريقة التحديد فنبدأوا بسم الله على بركة الله فنحضر الفطائر ديالنا او الشوصون في واحد الاناء وضع ثلاثة ديالكووس ديال الدقيق ما يعادل 300 جرام ثم غاد نضيف ملعقة صغيرة ديال ملح وملعقة كذلك صغيرة ديال السكر غاد نخلط هاد الدقيق مع السكر والملح وغاد نضيف ملعقة كبيرة من الخاميرة الفورية ثم غاد نقوم باضافة ربع كأس من الزيت ما يعادل 50 ميلي لتر وغاد ناخد هنا يا بيضة بالنسبة لهذا البيضة غاد نحتاجو سطفار ديالها باش كان دهنوا الفطائر وبنسبة البيض فما كان نضيعوش كان ديرو هكا اه في العاجين سفيو غاد نجمع الكل اه بالحاليب الدافئ بالنسبة الكيميا ديال الحاليب غاد تحتاجو تقريبا واحد الكأس ديال الحاليب ما يعادل 200 ميلي لتر وطبعا كتضيف شوية بشوية حتى كتجمع معكم العجينة لان الدقيق راكي يختلف وكيبقى على حسب النوعية دياله وهنايا كيفما كتشوفوا بعد ما اضفت الكيميا الكافية ديال الماء فكيكون القوام ديال العجينة بها الشكل هاد عجينة اللي ارتبه وما كتلصقش في اليد سافي الان غادي نغطيها وغادي نخليها كتختامر حتى كيتضعف الحجم ديالها ونمرو لتحضر الحشوة فبالنسبة للحشوة في واحد المقلات وضعتها كشوية ديال الزيت زيت نباتية او زيت زيتون على حسب الرغبة ديالكم غادي نضيف واحد الحبة كبيرة ديال بصل مقطع هكا اه مشلدة سافي وكن بقاوكا نشحرف هاد البصلة هادي حتى كتبدا هكا كتطيح وكيبدال لون ديالها كيتغير صافي الان غادي نضيف لها واحد الحبة ديال الطماطم ماطيشة اللي قطعتها هكا كدالي قطع صغيرة ضفت غي حبة صغيرة والان غادي نضيف واحد الكيميا هكا من اللحم المفروم بالنسبة الكمية كتبقى على حسب الرغبة ديالكم مشي شي كمية كبيرة على حسب العجين اللي عدنا فاضف صغيرة كواحد زليفة صغير وراء تقريبا واحد مئة قرام صافي وكن نخلطها كالكل ثم غادي نبدأ في اضافة التوابل عندي هنا يشوية ديال بودرة التوم القليل من بودرة التوم اللي ممكن تعودوا بواحد الفصل صغير ديال التوم كتوضعها كمل اول مع البصل ثم غادي نضيف القليل من الفلفل الاسود القليل هكا من الفلفل الاحمر تحميرا وغادي نضيف شي شوية ديال الهريثة هادي التوابيد اللي عدنا ما كان ديروش هكا التوابيد بزاف وفي نفس الوقت الحشواره كانت جيها كبنينا وضفت كذلك هنا يا الملح وكن خلطوه الكل وكن خلوه الحشوة ديالنا حتى كالطيب هات الشكل هذا املي كالطيب كنضيف لها واحد الرشام القصبر ومعدنوس وغادي نضيف كذلك واحد جوج قطع ديال الجبن المتلت كي عبنا هكا واحد تعدي كالزوينة في الحشوة او الجبن المربع صفي وكن خلط الكل احتكي دوب هذا الجبن وهي الحشوة ديالنا جاهزة وهنا يبعد ما اختمرات العجينة والضعف الحجم دياله كيفما كتشوفه كان خلواتك يضعف الحجم ديالها فغادي نفرغها الان من هذك الهواء اللي فيها وغادي نجمعها بهذا الشكل هذا غادي نوضعها فوق سطح العمل فكنا رشو طبعا اه دقيق هكا وكنزرحو العجينة ديالنا مزيين مزيين كابلت لك حتى كتول لرقيقة وبعد ما اطلقتها كيفما كتشوفه غادي ناخد الان اقطاعه وغادي نقطع بهذا الشكل هذا العجين ديالي وغادي نحيض هكا دوك الزوائد ديال العجين كلول اللي كنجمعهم وكنديرهم في واحد الكيس بلاستيكي باش العجينة كتولي 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 كتولك واخديت هنا كيفما كتشوفو سلسل الطماطم انا استعملت غير جاهزة فقدرت معها شوية ديال الملحة والقليل من زيت الزيتون اخلطهم صافي وكنديرها بهذا الشكل هذا فوق من العجين وغادي ناخد كذلك الحشوة وغادي ندير هكا واحد الكيميه في كل وحده كندير هكا القياز ديال واحد الملعقة صغيرة وغادي ناخد هنا شوية ديال الماء كندهنها بالأصبع ديالي هادوك الجوانب بشوية دي الماء وكنسده بها الطريقة هادي فالماء كيساعدهم انها كتسد لنامزيا وكنتأكدوا انه ما غاديش يتحلوا في الفرن نسبة الكيميا الماء راغي كنقيس الأصبع ديالنها كبالماء وكندوزو على ديال الجوانب ديال العاجين صافيو كنسده بها الطريقة هادي فاصلا العاجين كجمعة ونهك في الخدمة وساهلة في الخدمة سوف نضغط عليهم بالفرشيط نضغط عليهم بالشكل نضغط عليهم بالفرن نضغط عليهم بأصفر البيض نضغط عليهم بالحليب نضغط عليهم بالحب السوداء نضغط عليهم بالفرن وفرد يتمكن من أسفل نضغط عليهم بالبريض اشترككم الكيميائية نشارك معكم البريوات يجب أن يكون رائعاً و سهلاً و حشوة مختلفة و جلدة كما ترون هنا اخذت بطاطا و قياس 1-4 حبة البطاطس تسلق مع قليل الماء و ورقة سيدنا موسى سوف نخلط البطاطا حتى تسلق و بعد ما طابت و تسلقت فصفتها من هذا الماء و نضعها جانباً و نأخذ 1 مقلات و نضع زبدة و زيت و نضيف قطع صدر الدجاج قطع صغيرة و نضيف كميا قطع صدر الدجاج و رشة ملح و رشة من طوابل الدجاج و رشة زعتر نحرك الكل نضيف نار مرتفعة لن يطلق الماء ويقوم بطيابه وضيفت القطع وضيفت القطع وضيفت السبانخ وضيفت المقلات وضيفت المقلات وضيفت الملح وضيفت الملح وفلفل الأسود ورشة بودرة التوم وقليل من التوابل الحرب نحرك الكل وضيف الملح ثم نضيف وقليل ملح تباية الحال دائما الحشوة كتكون بردة عاد كتخدموا بها باش ما كتتقطع لكم مش العاجين او كتقطع لكم هكا الورقة اللي غتخدموا بيها وكيف ما كتشوفو خديت الورقة قطعتها هكا بها تشكل هذا في النصف وكنحلهم بها الطريقة هادي باش رادي نوريكم الطريقة فهناي انا ما كانتش متوفرة عندي الزبدة سبق لي وخدمت معكم بها دهنة الورقة هادي بريوات وجو في علام رائعين خدمناهم دهنة الورقة بالزبدة ودابانا بغادي ندهنها هاي بالزيت وغادي نشوف النتيجة مع يعني اول مرة غادي نشوف النتيجة كيفاش غادي تكون هنايا كيفما كتشوفو اه غادي ندير معاكم واحدة غيب شوية باش كتشوفو البريوات كيفاش كي يجيو وكيفاش كتش طريقة باش كتلفوه فاخديت هنايا الورقة كيفما كتشوفو دهنة بشوية ديال الزيت وكننطويها بهالطريقة هادي كناخد شوية من الحشوة وكنوضحها هاكا في القنية ديال ديال الشارط لعدنا صافي وكنبدو كنلفو فيها وحنا كنشكلوها على شكل متلت فالطريقة سهلة بزاف كيفما كتشوفو وبالنسبة لمبتدئات فا اه من الاحسن ديروهم هاكا على شكل ديسيجار كي يجيو احسن وكيجو زبوينين تهمة في المنظر ديالهم فاسبق لي وشاركت معاكم هذه الورقة وسهلين في اللف ديالهم وحتى الطريقة هادي لا تبعتوها راح سهلين بسف اللف ديالهم فمدي كنوصلو هاديك القنية راك ندخلو هاكا من الداخل او كالسقوب الخالط ديال الدقيق والماء الاخفتو انهم يتحلو لكم صافي غادي نستابروا بالنفس الشكل وهنايا كيفما كتشوفو اه بعد ما شكلتهم خديت هنا اه شوية ديال زيت دفصل يا شوية ديال الفلفل الاحمر وغادي ندهنهم هاكا من الفوق وكندخلهم كي يطيبو على مية وثمانين درجة فورا اللي شعل من الفوق ومن الاسفل على نار اللي هي مهيلا حتى كي يطيبو والان غادي نحضر معكم واحدة حلية سهلة بزاف وسريعة في تحضر ديالها في واحد الكاسر ونوضعت هاكا نصف لتر من الحليب خمسمية ميلي لتر غادي نضيف عليه الصاشي ديال الفاني ثم غادي نضيف على هذا الحليب هادي واحد جوج معالق كبار ديال السكر جوج او ثلاثة ديال معالق على حسب الضوغ ثم غادي نضيف ثلاثة ديال معالق ديال الناشا يكونو هاكا معالق كبار ممتلئين جيدا صافي وغادي نخلط الكل وغادي ناخد هذا الخالط هذا وغادي نوضعه فوق النار مع تحريك المستمع لنار مهيلا حتى كي يولي معانا على شكل كريمة وكناخد هاد الكريمة هادي كنوضعها هاكا في واحد اليناء وغادي نغطيها بكيس بلاستيكي كنلصق معاها هاكا الكيس باش مكادلناش قشرها هاكا من الفوق وغادي ندخلها هاكا المجميد باش كتبرد بسرعة وملي كتبردها هاكا واحدة ربع ساعة هانتوما وكتماسك بها الطريقة هادي غادي نضيف عليها هاكا واحد زليفة 100 جرام ديال الفريز فأنا استعملت هاكا ديال المجميد باش كتزيد هاكا الكريمة كتبرد بسرعة كنستعملوا هاد الي كيكون هاكا مجمد كتبرد الكريمة بسرعة وطبعا إلا وغادي تستعملوا هاكا الطريفة قد خليوا الكريمة ديالكم كتبرد مزيان صافي وكناخد الان الكل وكنطحن هاد المكونات هادو هاكا بميكسر او كتديروه هاكا ماكي ولي خالطي ان هاكاعدنا واحد بحشك الكريمة هادي الآن نضيف ساشي ا اخر من السكر بنكهة الفنيلا كي يعطينا هكا في عزز الماداق تكتافي وغير ساشي واحد فممكن هادي نضيف واحد لعلبة من الغريط تحلية تحلية كرامي و رائع بزاف طعم ملعقة ندخلهم تلاجة يزيدون الآن نشارك شربة شربة جزر طعم جديد وضعت حبة البصل زيتون ملعقة صغيرة الزبدة نضيف الجزر 4 حبة البطاطس نضيف توابل الملح الفلفل الأسود و تحمير الفلفل الأحمر و الرشة الزعتر نضيف الماء و نضيف الماء و نضيف الجزر مجرد نضيف الخضر و نضيف قطعة جزر و نضيف قطعة جزر و نضيف شربة جزر و نضيف الماء و نضيف ماء و نضيف ماء و نضيف ماء و نضيف و نضيف و نضيف قطعة الفرن و نضيف و نضيف طاولة و نضيف طاولة و نضيف مائدة و نضيف نضيف ورائحة و كم و نضيف نحن و يتعلم و في من العمل و أفضل من زيت اضافة زبدة اضافة زبدة اضافة اضافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة